موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى رسول الله أما بعد أعزائي المتابعين والمتابعات مرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد في مسائل رمضان والصيام ونتحدث في هذه الحصة عن كيفية المحافظة على هذا الصيام أن يكون نقيا ومقبولا إن شاء الله عند الله تعالى من خلال كف اللسان وكف سائر الجوارح عن العصيان في رمضان معلوم أن الله سبحانه وتعالى شرع هذا الصيام لحكم جليلة وعظيمة حكم إيمانية حكم تربوية وحكم صحية وحكم اجتماعية من هذه الحكم التربوية أن نربي أنفسنا على احترام الآخر أن نربي أنفسنا على إكرام الجار أن نربي أنفسنا على احترام الجار واحترام المسلمين عموما أن نربي أنفسنا على البذل والعطاء والسخاء أن نربي أنفسنا على كف اللسان أن نربي أنفسنا على اجتناب الغيبة واجتناب النميمة واجتناب الأعمال القادحة التي تنقص من ثواب الصيام وقد ذكر العلماء هنا أن الصيام مراتب صيام العامة وصيام الخاصة وهناك من ذكر نوعا ثالثا قال صيام خاصة الخاصة صيام العامة هو الصيام الذي يصومه عامة الناس لا يأكلون ولا يشربون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا عامة الناس يصومونه بمعنى يمسكوا عن الأكل والشرب وسائر المفتارات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس هذا صيام العامة ولكن هل هذا الصيام هو المقصود فقط؟ هل كف الإنسان عن الأكل والشرب والمفتارات هو المقصود فقط من الصيام؟ هذا جزء من الصيام وقد يكون الإنسان بهذا النوع جائعا وليس صائما فليس كل جائع صائما يعني الناس كلهم جياع يجوعون من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ولكن هل كل جائع صائم فعلا؟ صائم فعلا الصيام المطلوب الصيام الذي سميناه هنا صيام الخاصة وهو صيام الجوارح صيام اللسان عن الكذب صيام اللسان عن الغيبة صيام اللسان عن النميمة صيام اللسان عن التحدث في أعراض الناس وفي الشرف ديال الناس صيام العينين في النظر إلى ما حرم الله صيام العينين عن النظر إلى مواقع الرذيلة والخلاعة صيام الأذنين عن سماع الكذب عن سماع الغيبة عن سماع الأغاني الصاخبة المحرمة صيام الجوارح كلها بمعنى أن الصيام لا يعدو أو لا يكفي فيه أن لا تأكل ولا تشرب اسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه من لم يدع قول الزور لم تركش قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا الذي يقول الزور ويشهد الزور ويشهد على أخيه المسلم زورا وبهتانا أنه فعل وهو لم يفعل أو ترك وهو لم يترك وربما يضيع حق هذا الإنسان ويضيع ماله أو يضيع أرضه تضيع أرضه بسبب شهادة الزور وتعد نفسك صائما أنت صائم وتكذب في اليوم عشرات الكذبات وتعد نفسك صائما أنت صائم ولا تفرق بين الحلال والحرام أنت صائم ولا تفرق بين ما يجوز وما لا يجوز أنت صائم وتغش الناس في الميزان أنت صائم وتكذب على الناس وتتحايل على الناس وتنصب على الناس أي صيام هذا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه النبي صلى الله عليه وسلم قال لك إذا لم تدع الكذب والغيبة والنميمة وقول الزور فالله تعالى غني عن عبادتك الله تعالى أصلا ليس محتاجا إلى صومك أنت المحتاج إلى هذا الصوم أنت المحتاج إلى هذا الصوم لأنك إذا صمت ارتفعت درجتك عند الله وإذا لم تصم ضعت من الأجر وضعت من الخير فأنت الملوم وأنت المحروم أما ربنا سبحانه وتعالى فهو غني عننا وغني عن عبادتنا نعطيكم واحد مثال آخر سيدنا عمر رضي الله عنه كان في المسجد وكان رجل جالسا لعل ذلك الرجل من المنافقين فقال له عمر قم يا هذا إلى الصلاة قم لنصلي فقال الرجل لا حاجة لي بالصلاة أنا ما عندي مندر بالصلاة الآن فغضب عمر عمر رضي الله عنه غضب كيف هذا الرجل خلقه الله وأكرمه ونعمه وأعطاه من الخير ولا يريد أن يسجد لله وأن يطيع الله فلما رآه رسول الله سعى أسلم قال ما يغضبك يا عمر قال فلان قلت له كذا وكذا فقال لي كذا وكذا فقال عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ألا أخبرك عن غناء الله عن عبادته ألا أخبرك عما يبين لك أن الله غني عنه وغني عن صلاته وغني عن عبادته قال يا عمر إن لله ملائكة في السماة منذ أن خلقهم الله منهم الراكع ومنهم الساجد ومنهم الذاكر لله تعالى وهو يقول منذ أن خلقه الله سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والجبروت سبحان الحي الذي لا يموت الله تعالى معبود في السماء معبود في الأرض آلاف ملايين ملايير من الملائكة منذ أن خلقه الله وهو ساجد لله يدعو بهذا الدعاء إلى أن تقوم الساعة ويقول له الله تعالى قم يا عبدي أيها الملك قم لقد انتهت الدنيا وقامت القيامة فيقوم ذلك الملك ويقول لله تعالى سبحانك ما عبدتك حق عبادتك سبحانك ما عبدتك حق عبادتك إذن فالله تعالى ليس محتاجاً إلى عبادتنا نحن نمحتاجون إلى هذه العبادة فلذلك لا بد أن نتقنها أن نجهد في إتقان هذه العبادة أن نجهد في إتقان الصيام أن أحفظ صيامي من الرفت من الفسوق من الجدال من العصيان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يفسق ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول اللهم إني صائم إني مرء صائم بمعنى إذا كنت صائماً احرس على هذا الهدي النبوي لا تجادل أحداً لا تقابح أحداً لا تسب أحداً لا تعير أحداً لا تصخب على أحد يعني ما تغوت على تشي واحد لا تصخب على أحد فإن قاتلك أحد أو سابك شي واحد أراد أن يقاتلك ويتخاصم معك أو أراد أن يسبك فاذكره أنك صائم قل إني صائم إني مرء صائم تذكر نفسك وتذكر صاحبك وكتجر على الشيطان فيذهب الشيطان الوسواس الخناس يذهب أدراجه ويبتعد عنكم فلذلك معاشر الأحبة الأفاضل والفضليات أبنائي بناتي إخواني أخواتي أدعوكم وأدعو نفسي أن نحرص على المحافظة على هذا الصيام أن يرتفع مقبولاً عند الله تعالى وأن لا نضيعه وأن لا نلطخه أو نوسخه بالكذب والغيبة والنميمة أو أكل الحرام أو تعامل بالحرام أو غير ذلك من الأعمال التي تنقص ثوابه أو تذهب بثوابه نهائياً أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم والحمد لله رب العالمين قبل ما تخجون لا تنسى أن تابعوا على أشياء اليوتيوب وتشاركوا الفيديو ومشاركوا ومراحبكم وكما تنسى لا تنسى أن تقلقوا وضعوا لجرس لكي يصلكم جديد ليس لكم